معالجة وإعادة تدوير النفايات المنزلية هو المشروع الذي أقدمت عليه بلدية تزمالت في ولاية بيجاية بالتنسيق مع شركة دلتا المختصة في معالجة النفايات وهذا حفاظا على بيئة نظيفة بعدما أصبحت القذورات مشكلا أساسيا يؤرق حياة القاطنين بالجوار الهدف لنا الأول نحل مشكلة النفايات في المنطقة هذا هو الأولى الهدف الثاني كم الناس الذين تفضلوا في هذا المشروع الهدف الثاني PROJECT كيف سوف اعتنا من العملين بلدية تجارة نفسهم الى اجدد ان لا ينزلوا في مجرد المنطقة الهدف الثالث ويطرحونه المشروع على داخل هذه الهدف تحت قطعنا لجمالك なんだك وكثيرا هو التجارة folية وفضلت على شخص نفسهم المناطق المجاورة لبلدية تازمالت تشتكي غياباً للمفرغات العمومية ليكون مشروع معالجة وإعادة تدوير النفايات حلاً استحسنه رؤساء البلديات المعنية كبلدية كاغيل أعلي وأيترزين المشروع الأول في إفريقيا يعني مش موجود لا في الجزائر ولا في المغرب ولا في توس ولا في ليبيا ولا دول المجاورة ذلك احنا نستنعو على كل حالة نحن يعني في قريب إن شاء الله نوصلوا لتطبيق هذا الفكرة هذه انتم تشوفوا بلي بلدية أقبل مجاورة لبلديةنا عندهم مشكل في الأوسخ هذه القدورات هذه فين يحطوها ذلك حنا عرضنا عليهم مش يجيبوا لأزبل نتعهم عنها لكن بعض البلدية اللي رأهم واحد حوالي تسعة حتى من بولاية البولا اغتنموا الفرصة جابوا يزبل بقوة حطوه هنا لعني أخذوا القدورات هذه حطوه في المزبلة هذه نتعنا حاشاكم أنا اهتفلت مع الوالي باش نعاونوا الجيرا نتعنا هذا مشكل إنساني لازم نعاونوا الجيرا نتعنا قلت الوالي يجيبوا يزبل نتعنا في انتظار تعطينا الموافقة هذه باش نحن نديروا المشينة هذه لمعالجة النفايات بلدية تزمالت تعد باستقبال نفايات عدة بلديات أخرى وحتى من الولايات المجاورة ليقضي هذا المشروع على المشكلة بشكل نهائي